سات المستشار بالنسبة للعقوبات اللي احنا عارفينها مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنين وغرامة من مئة ألف إلى مئتين ألف ده في مسألة التحرش سواء بقى كان بإشارة كان بتلميح كان على السوشيل ميديا كان في مواصلة كان في حاجة ده كده ببدايته ثم بيتصاعد بعد كده من ثلاث سنين ولا تجاوز خمس سنين والعقوبة المادية من مئة ألف ولا تزيد عن مئتين ألف أو بإحدى العقوبتين لو فيها بقى سلاح أو فيها تتبع وكلام ده قد تصل لو بقى ده بقى حد مشرف على الضحية ومسؤول عنها بقى تعليميا أو وظيفيا أو أسريا هنا بتصل بقى مدة لا تقل عن سبع سنين وإذا كان فيها تتبع أو كان فيها استخدام سلاح أو شخصين قد تصل لعشر سنين هنا هسأل حضرتك على عقوبات التنمر كمان هل عقوبات التنمر هي نفس عقوبات التحرش في هذه المادة ولا قد تكون أقل أو أكثر لا لا هي نفس العقوبة نفسها لأنه برضو الثالثة كنت سألت عقوبة سفيرة عن إيه هي واجه الاختران بين التحرش والتنمر مظبوط هو استغلال ضعف شخص معين أقل بيحاول أنه يفرض عليه نفوذه يقضيه شيء بنازل خبير وهو يحدث بالنسبة للتحرش واحدث أيضا بالنسبة للتنمر أنه شايف أنه أقل منه بسبب جين أو عرق أو لون مظبوط أو خلافه فالعقوبات هتبقى بإذن الله في المشروع بس عند نظره مرة أخرى هتكون تشمل لتنين التحرش أو التنمر هل في مدى زمن يا فن بنقدر نقول مثلا هيتم التصويت عليه أو ينزل فلور زيما بيتسمى بره في جلسة عامة آه بإذن الله أول ما يكون هذا المشروع جاهز بالنسبة للجنة وتخره موافقة نهائية هينزل بإذن الله في الجلسة العامة لمجلس النواب بشكر سياتك شكرا جزيلا سيات المتشارة بريمي الهنيدي رئيس لجنة شؤول الدستورية والتشريب مجلس النواب شكرا موصول سعد السفيرة دكتورة أبو شير خطاب رئيس المجلس القاومي لحقوق الإنسان وحابب أستعرض مع حضراتكم كده أهم التعديلات اللي حصلة على هذا القانون احنا بكلم على المادة 26 من قانون العقوبات سواء مكرر ألف أو به فقرة تانية وفقرة تالتة لأن الحقيقة ببساطة كده إحنا محتاجين نعرف إيه القصة لأن ممكن حد بيتنمر أو بيتخرش على وسيل التواصل الاجتماعي يبعث لحد على الفيسبوك أو يدخل يعلق على فيسبوك أو يبعث حاجة على الواتساب مثلا أو أي وسيلة من وسيل التواصل الاجتماعي فيها لبز لبز قد يحمل شكل أشكال التنمر على لون على عرق على دين على طبقة اجتماعية أو قد يكون فيه تحرش يقولك ده أنا بهزر لا الحاجات دي ما بقاش فيها هزار لأن العقوبة سجن قد تصل في حدها الأدنى نتكلم من سنتين لأربع ده أقل حاجة يعني أقل حاجة ممكن تتاخد أقل حاجة سنتين لو ثابت الإدان أقل حاجة سنتين حبس سنتين سجن وغرامة مالية مئة ألف يدفع المئة ألف يدسجن السنتين لا إما الاتنين يتحبس السنتين ويدفع المئة ألف في بعض الحالات بتتصاعد بعد كده ممكن توصل من ثلاث سنين لخمس سنين والغرامة تلتمائة ألف قد تصل بعد كده لسبع سنين وعشر سنين لو كان ده بقى فيه تهديد أو فيه تتبع أو كان حد مسؤوله عن حد فالحقيقة الموضوع ده بالذات مهم يجب أن لا يؤخذ كده إيه ببساطة أو أن احنا يا عم مش هيحصل حاجة يا عم هيجيبوني منين لا هتتجاب لا لما تبعت الوحدة ست إشارات أو إيحاءات أو رسائل جنسية زي كده هتتجاب هتتجاب أو لما تتنمر على شخص وتدخل تكتب بص تتكلم فيه عن لونه تتكلم فيه عن طبقته الاجتماعية تتكلم فيه لا سمح الله عن عيب خلقي وتتريق على خالق الله لا هتتجاب هتتجاب في الحالات والشيء المميز إن العقوبات سواء في التحرش هي تقريبا نفس عقوبات التنمر في مشروع القانون عايز سريعا كده أمر مع حضراتكم عشان تبقوا عارفين إيه هي التعديلات إن بعد ما هيتم إقرام البرلمان هيرجع الحكومة وهتقر الحكومة وينزل بالتالي ينشر في الجريدة الرسمية وهيعمل به من اليوم التالي للنشر في الجريدة الرسمية فممكن لاينا نفسنا مثلا مثلا يعني بعد شهر شهرين ثلاثة أسبوعين الله أعلم أمام قانون وأمام عقوبات هتلاقي معظم من الناس تقولك أنا معرفهاش معرفش إن أنا هتعاقب كده معرفش إن أنا هتحبس معرفش إن أنا هتغرم الغرامة دي كلها لا فلازم من دلوقتي نبقى عارفين هقول لحرككم كده سريعا يعني الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنين وغرامة لا تقل عن مئة ألف ولا تزيد عن مئتين ألف أو بإحدى العقوباتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروك بإيتيان أمور سواء كانت إحاءات تلميحات جنسية إباحية الإشارة أو القول أو الفعل بأي وسيلة في وسائل الاتصالات السلكية ولا سلكية أو أي وسيلة تقنية أخرى ده مبدئيا من سنتين لأربع والغرامة من مئة لمتين ألف طيب بتزيد العقوبة هتوصل من ثلاث سنين لخمس سنين والغرامة من مئتين ألف لا تقل عن مئتين ألف ولا تزيد عن ثلاثمائة ألف أو بالعقوباتين إذا كانت الجريمة جريمة التحرش أو التنمر كانت في مكان عمل أو في وسيلة نقل عام أو خاص يعني في المواصلات العامة أو في مثلا إيه سيارة واحد مثلا شغال بيوصل حد مثلا فقرر إنه هو يتحرش حد يقول لك شعارف رفضت تدينيه الأجرة أو تخنقت معاه في الأجرة أو 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 فقال لك أنا خد بفلوس تحرش ده حصل دي حدثة لسه أريها مبارح يعني مثلا يعني فالرجل ده لا ده أنت النهاردة في هذه الحالة هيكون السجن لا يقل عن ثلاث سنين ولا يجاوز الخمس سنين وعقوبة مالية قد تصل إلى تلتمائة ألف جنيه طيب ده لو في مكان العمل أو في المواصلات أو كان في شخصين هما اللي قاموا بهذا الأمر تحرش أو تنمر أو كان في استخدام سلاح ويكون في ظرف مشدد لهذا الأمر يصل إلى سبع سنين بنتكلم على أمور بقى تانية كمان مشددة لو كان هذا الشخص هو مسؤول عن رعاية هذا الشخص والاهتمام به أو بيدرس له أو هو من مديره في الشغل أو مديرة في الشغل أيا كان قد تصل العقوبة إلى عشر سنين فإحنا الحقيقة أمام أمر جد خطير ما هو شزار فيما يتعلق به مواجهة التحرش والطنور ترجمة نانسي قنقر